اختتم وزير الأوقاف أسامة الأزهري أعمال المؤتمر الدولي الخامس وثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية والذي عقد على مدار يومين تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي برعاية الرئيس عبد الفتح السيسي وأكد الأزهري أن توصيات المؤتمر خرجت في نقاط عملية محددة قابلة للتنفيذ مشيرا إلى أن أبرز تلك التوصيات هي إطلاق برامج عمل مكثفة لتعليم المرأة وحسن إعدادها وإطلاق برامج التأهيل وتوعية وبرامج علمية وتوعوية للتبصير بالعواقب السلبية للطلاق على الأجيال الناشئة وتقصيص خطبة الجمعة بصورة دورية متكررة لتكريم المرأة والحظ على حسن معاملتها بكل الاحترام والتقدير